طب تعالوا نعرف إيه ممكن يسبب عكس ده إن الأهل بيخطأوا ليه ليه عندهم مشاكل يا إما عنده تسلط يا أب أو أم فردين رأيهم على الطفل وده بيساعد إن يبقى عنده شخصية خائفة خالقة خجولة حساسة فقط ثقة في نفسه أو خطأ تاني الحماس زايدة قوي قولنا الكلام ده في حلقات قبل كده إن الأب أو الأم أو الاتنين إحنا اللي بنعمل ونعمل كده وإحنا اللي نعمل واجباته والمسؤوليات ونحميه ونحطه كده في صوبة زجاجة عشان ما يطلعش ما يبقاش عند الطفل فرصة لإنه يتخذ قرار ولا حتى اختيار ملابسه ولا اختيار أصدقائه ثالث حاجة ممكن يعملوها الإهمال الإهمال بيبقى له صورتين صورة لا مبلاء عادي أو صورة عدم إثابة على السلوك الحلو الإيجابي اللي عمل والنتيجة ده زا ما قلت لكم شخصية مترددة فقط ثقة بنفسه متخبط في السلوك شخصية غير منضبطة أصلا في أي حاجة بيكلف بيها رابع خطأ كمان التدليل تدليل إن أنا شجع الطفل على تعيق كل الرغبات اللي هو عايزه مفيش الصح غلط هو كده بالشكل اللي هو عايزه مفيش توجيه مفيش مسئولية بتتناسب مع مرحلة وخصائص المرحلة اللي بيمر فيها أو مرحلة النمو اللي هو فيها خمس خطأ كمان وحاجات غلط بتحصل وبتسبب الحرمان العاطفي بس ده بتسبب حاجات كتيرة منها القسوة خمس حاجة القسوة استخدام العقاب البدني الضرب التهديد التخويف أو يجي طبعا شخصية عدوانية على طول سادس حاجة من الأخطاء التفرقة مفيش مسواة ودي أكتر حاجة بيسببه إما نقصان العاطفة يا إما مناش مفرق غيرة نتيجة طبعا شخصية إما أنانية يا إما غيران لدرجة الحقد يتعود بقى أنه عايز حب عايز حب يستحوذ على كل حاجة لنفسه بسبب التفرقة ترجمة نانسي قنقر